إدلب بؤرة التوتر ومنها ينقل الأتراك الضغوط باتجاه الغرب الرئيس التركي رجب الطي بردغان ناقش أزمة المهاجرين والوضع في محافظة إدلب مع الرئيس الفرنسي إيمانيال ماكرون والمستشارة الألمانية أنجلا ميروكل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جومسون المؤتمر تم عبر الفيديو وذكرت الرئاسة التركية أنه تم خلاله مناقشة المساعدة الإنسانية لإدلب ومسألة اللاجئين ومعنا مباشرة من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي إسماعيل كايا أهلا بك سيد إسماعيل ومن ستوديوهاتنا في لندن الكاتب والباحث السياسي زارة صالح أهلا بك أستاذ صالح أبدأ معك سيد كايا اليوم كيف يستفيد أردغان من هذا التوقيت واليوم الضغط على أوروبيين هم المنشغلون بأزماتهم الداخلية المتصلة بتفشي وباء كورونا العالمي وكيف يمكن أن يحصل على هذه المساعدات في هذا التوقيت حيث كل الأفق ضيقة وربما قد تكون مستحيلة بالنهاية العالم لم يتوقف أزمة كورونا أزمة عالمية والكل متأثر بها وهذا موضوع جانبي ما يتعلق في موضوع القمة الربعية هي قمة يجري الإعداد والحديث عنها منذ أسابيع وهي متعلقة بأزمة إنسانية أيضا كبيرة تتعلق بملايين النازحين واللاجئين الموجودين في سواء في الأراضي السورية على الحدود السورية مع تركيا في إدلب عقب الهجوم الأخير هناك قرابة أربعة مليون نازح متواجدون هناك في ظروف إنسانية صعبة وأيضا يحتاجون تحسين ظروف لجوههم كونه في حال انتشار كورونا هناك أيضا ستكون الكارثة كبيرة جدا وأيضا هناك عشرات ألاف اللاجئين المتواجدين أيضا على الحدود التركية مع اليونان وهم أيضا بحاجة إلى تحسين ظروفهم في أسرع وقت ممكن وبالتالي لا يوجد استغلال أو الحديث عن دعم مالي فقط الحديث عن كارثة إنسانية يمكن أن تصعد بشكل كبير وتتعلق بكورونا ولكن المسألة التي تتعلق بكورونا الدرجة الأولى هناك مسألة سياسية وإنسانية موجودة من السابق عقم بيجوم النظام السوري وروسي الأخير في إدلب هناك موجود هل يمكن تجاوز بأن أردوغان كان حذر لبل فتح حدود للمهاجرين السعين لدخول دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر الماضية؟ بكل تأكيد تركيا فتحت الحدود وأوصلت رسالة إلى الاتحاد الأوروبي بأن هناك كون الاتحاد الأوروبي كان متجاهلا ما يجري في إدلب لفترة طويلة فهي أرادت إيصال رسالة واضحة إلى الاتحاد الأوروبي بأن أي موجة نزوح جديدة وكارثة إنسانية جديدة لن تكون محصورة في تركيا فقط وتصل وسوف تصل دول الاتحاد الأوروبي تركيا تستضيف على أراضيها أربع مليون لاجئ سوري وآخرين من جنسيات أخرى وفي حال استمرار هجوم النظام السوري وروسيا على إدلب هناك خطر قدوم أربعة مليون ولهي أمر حتمي في حال استمر الهجوم سوف يكون هناك أربعة مليون سيد زارة اليوم هذه الحتمية التي تحدث عنها سيد اسماعيل بأن أردوغان لم يستخدم أوراق الضغط التي استخدمها في الأسبوع الماضية ضد الأوروبيين إلا إنه يمكن أن يؤدي هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر أو هذه القمة ولو كانت عبر الفيديو بسبب استحالة اليوم السفر بسهولة وكيف يمكن لأردوغان أن يتقدم في الميدان تحديدا بعد مفاوضاته مع الروس في موسكو قبل أيام أيضا مساء الخير حقيقة لا يمكن الحديث عن أي أهداف إنسانية عن قمة أردوغان أولا لأن أردوغان هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها بابتزاز أوروبا بدماء السوريين الحديث عن أي نواية إنسانية شيء مغالط للواقع أولا لأكثر من سبب لأن تركيا عندما إنشأت المناطق الآمنة كان بإمكانها الطلب عبر حليفتها روسيا التي تعمل معها منذ سنوات عبر أستانا وسوشي عودت هؤلاء اللاجئين إلى المناطق الآمنة ثانيا أردوغان عندما لا أتفق مع ضيفك في تركيا الذي يتحدث عن نواية إنسانية أردوغان بنفسه صرح تكران وميران وهدد أوروبا حتى بإرسال الإرهابين الدواعش وجبهة النصر الذين يقيمون في أراضيها إلى أوروبا من أين تأتيب هذه الأخبار؟ هذه أخبار غير صحيحة على الإطلاق دعني أضع الفقر في سوريا الحقيقية وتستطيع الرد هنا عندما يتحدث عن ضيفك عن أربع ملايين سوري تركيا عندما استقبلت هؤلاء ابتزت السوريين وعملت على استخدام تلك الورقة كورقة ضغط على أوروبا وعلى أمريكا حتى في علاقتها مع روسيا تركيا هي المسؤولة عن ضمان أمن هؤلاء لأن هؤلاء الذين هربوا من جحيم الحرب تركيا ساهمت مع روسيا في تنفيذ سوتي أستانا يعني كل هؤلاء الذين نزحوا جرى استيطانهم إلى في المناطق الشمال السوري هؤلاء هم ضحايا الاتفاق الروسي التركي صفقات في وضع النهار تمت عن أي نواية إنسانية نتحدث يعني معظم أغلب السوريين اللاجئين المقيمون في تركيا حاليا عدا الذين ذهبوا إلى أوروبا هم أصلا ينتمون إلى تلك المناطق التي حاليا هي تسمى مناطق آمنة لماذا لا يقوم أردوغان بالتنسيخ مع حليف الميسي؟ سيد اسماعيل ما بين المواقف التركية والمخاوف الأوروبية نقلت الصحافة الألمانية منذ قليل بأن ميروكل حذرت أردوغان من حافلات لجوء مجانية جديدة وهو من التكرر السيراريو الذي كان استخدمه أردوغان مع الحدود اليونانية كيف يمكن اليوم أن تمنع أوروبا هذا التقدم في حال أصر أردوغان على إعادة هذا السيناريو؟ تركيا مطلبها واضح تركيا تريد موقف أوروبا بداعم للعملية السياسية والضغط على روسيا والنظام لوقف هجماتهم على إدلب لتجنب موجة وكارثة نزوح جديدة باتجاه الأراضي التركية تريد تقديم الدعم للاجئين السوريين النازحين الموجودين داخل أراضي السورية ما زالوا يتواجدون في شمال سوريا وفي مناطق إدلب من أجل تساعدتهم على توفير مقومات الحياة والعيش هناك ويتريد أيضا تقديم الدعم إلى اللاجئين الموجودين قرابة 4 مليون في الأراضي التركية في حال وافق الاتحاد الأوروبي على ذلك فهو يحمي نفسه بالدرجة الأولى لأن تركيا ليس لديها هدف ولا تريد مساعدات لنفسها وضيفكم يتحدث بشكل غير إنساني على الإطلاق ويتحدث يتهم تركيا بأنها استقبلت اللاجئين لاستخداموا ورق الضغط فلتتفضل أي دولة على وجه الأرض تتخذهم وتستخدمهم ورق الضغط هذا أمر معيب هي ليست ورق الضغط هي ورقة إجبارية كانت في تركيا تركيا لديها حدود مع سوريا بطول 930 كيلومتر وصل إليها بحكم الحرب والذي تدخلت فيها كل دول العالم بسوريا 4 مليون لاجئ واليوم هناك هجوم روسي ومن النظام على إدلب يهدد بوجود 4 مليون لاجئ جديد تريد دعم من الاتحاد الأوروبي لتثبيت هذا الاتفاق ولتكون ما تبقى من مناطق في إدلب مناطق آمنة يتم دعمها ودعم اللاجئين هناك للعيش في تلك المناطق حتى لا يضطرون للهجرة إلى تركيا في حال وصلت موجة نزوح جديدة إلى تركيا 4 مليون لاجئ لن تتوقف عند تركيا فقط هذه الرسالة التي تريد تركيا أن توصلها إلى الاتحاد الأوروبي لا يوجد لاجئ يفضل البقاء في تركيا فقط ونقطة الكثير من اللاجئين بعضهم يفضل البقاء في تركيا ولكن كثير منهم يفضل العيش والوصول إلى أوروبا وبالتالي تركيا لن تكون قادرة أيضا على حصر هكذا موجة نزوح جديدة وتركيا وأوروبا تعلم ذلك جيدا واليوم هناك مفاوضات يعني بدأت المفاوضات عقب زيارة أردوغان الأخيرة لبروكسل اليوم هناك مباحثات حقيقية من أجل عادة التفاوض على اتفاق 2016 الذي لم يلتزم به الاتحاد الأوروبي بشكل كبير تركيا تحملت أكبر عبئ يتعلق باللاجئين طوال السنوات الماضية وأوروبا لا يمكنها أن تنأى نفسها عن هذا الأمر على الإطلاق يجب عليها إما أن تتحمل موقف سياسي وموقف إنساني يتعلق باللاجئين في سوريا تركيا لا تريدها ورق الضغط كما يتحدث ضيفكم من يريد أن يسحب ورق الضغط من تركيا ليذهب ويؤكد على اتفاق وقف اطلاق النار ويثبت ويقدم المعونات الإنسانية لللاجئين في إدلب ولا يأتي أي لاجئ جديد إلى تركيا ولا تستخدمه تركيا ورق الضغط كما يحلو للبعض استخدام هذا المصطلح تركيا تريد موقف أوروبي حقيقي سياسي بالدرجة الأولى لمنع حصول مأساة إنسانية وفي حال تم تدارك الأمر تركيا ليست بحاجة لأي مساعدات من الاتحاد الأوروبي لللاجئين ولا لغيره وقتها لن يكون في حاجة لذلك ولكن إذا استمر الاتحاد الأوروبي بمحاولة نائي نفسه عن ما يجري في إدلب سيجد بكل تأكيد حافلات لاجئين وسيجد سفن لاجئين سوف تصل للاتحاد الأوروبي هذا الأمر ليس بيد تركيا ولا يمكن لتركيا أن توقف هذا الأمر تركيا لديها حدود مع سوريا بطول 920 كيلو متر لديها حدود مع اليونان بطول 250 كيلو متر ويوجد حدود بحرية مفتوحة ولا يمكن لا يقوه على وجه الأرض أن تمنع لاجئ فارد من الحرب أن توقفه سواء في البحر أو في البر إذا أراد الوصول إلى أوروبا سوف يصل مهما حال الأمن اليوناني ومهما أرسلت أوروبا قوات للفدود بعد مضي أربع سنوات على توقيع اليوم اتفاق بروكسل مع أنقرة في مثل هذا الشهر في مارس من العام 2016 ماذا بقي من هذا الاتفاق اليوم العواصل أوروبية تعرف جيدا بأن اليونان هي اليوم درع أوروبا في مواجهة ما قد يقدم عليه أردوغان ماذا لو لم يتحقق أي مما جاء في الاجتماع أو في المؤتمر اليوم بين أردوغان والمسؤولين الأوروبيين الثلاث الفرنسي والألمانية وأيضا البريطاني وماذا عن تلويح أو تحذير بروكل للرئيس التركي فقط بداية أود أن أذكر ضيفك بأن خاصة بالنواة الإنسانية التي يتحدث عنها أولا عندما نتحدث عن موضوع اللاجين دعني أذكره فقط بالاجتياح التركي لمنطقة عفرين وأدى إلى تهجير أكثر من نصف مليون كردي من مناطق عفرين بعد احتلال التركي في مناطق رأس العين وتل أبيض تمت هذه الكافة هذه أرقام غير صحيحة على الإطلاق جرى استيطان آخرين هناك لا تقاطعني أرجوك لا تقاطعني دعني أكمل تعلم الاستماع ثانيا التغيير الديمقراطي الذي حصل في تلك المناطق هي نتيجة السياسات التركية والاجتياح التركي لتلك المناطق تلك المناطق عفرين والمناطق رأس العين وتل أبيض أصبحت إمارات داعشية ما نرى هناك بالعودة إلى سؤالك حول جدوى الاجتماع اليوم لا أعتقد أن هناك تغيير سيحصل سوى أن تهديد أردوغان باستخدام هذه الورقة خاصة في هذه الظروف الحالية نتيجة انتشار مرض الكورونا وبتقدير شخصيات مثل أردوغان وبشار الأسد بحاجة إلى حقن بفيروس الكورونا ووضعهم تحت الحجر الصحي لكي يدعو المجال للشعب السوري أن يعيش بسلام لهذا فأي نتيجة من بواحسات اليوم بتقدير لن تخرج عن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا التي خصت عن ذاك 6 مليار يورو لتقديمها كمنحة لتركيا لمساعدة اللاجئين السوريين ولكن تركيا أردوغان أصلا طلب قبل ذلك المليارات أكثر من هذا المبلغ لكي ثم هدد بابتزاز الأوروبيين وكي يقوم بمزيد الضغط لأجل كسب المزيد ثانيا ولتثبيت مواقعي كسلطة تتحدث عن المواقف الإنسانية وبأنه حريص على المصلحة السورية أو الجانب التركيانية لا يمكننا الحديث مطلقا عن أي حل قادم من هذا الاجتماع نتيجة لأن تركيا بالأساس هي من تقوم بابتزاز هي من تقوم بتهديد أوروبا ماذا يعني فتح الأبواب بشكل عشوائي الألاف من السوريين ماتوا في هذا البرد القارس على الحدود اليونانية التركية حدود تركيا البلغارية هل هذه هي الإنسانية التي تحدث عنها ضيفك مئات الألاف فصلوا مئات الألاف اعتقلوا في تركيا تحت حجة محربة الإرهاب والفوبيا الكردية أين مواقفك من الإنسانية عندما تتحدث عن أردوغان يحاول تقديم مساعدة الإنسانية للسوريين أصلا أردوغان هو طموحه الوحيد كان منذ البداية استخدام هذه الورقة عندما قام بدعم جماعة الإخوان المسلمين ومعروف تركيا وقطر تقوم بحماية جبهة النصر والفصائل المسلحة ضيفكم ذهب بعيدا لمواضيع ليس لها علاقة بالحلقة على الإطلاق وينشر الأكاذيب وبشكل غير سأعود إليك سيد كايا سأعود إليك سيد كايا سأعود إليك سيد كايا رجاء أنا موضوع هذا الحوار هو يتحدث أيضا وكان عن الوضع الإنساني اليوم سيد اسماعيل ماذا بقي من هذا الاتفاق الحديث في أوروبا عن محاولة انقلاب تركيا هذه الدول اليوم منشغلة وتبتعد يوما بعد يوم عن الحلول المباشرة أردوغان سيمسك من جديد بملف اللاجئين وقد يعود إلى المواجهة مع الأوروبيين يعني كما قال وزير الخارجية التركي حدود أوروبا لا تبدأ من الحدود التركية اليونانية على الإطلاق هي تبدأ من الحدود التركية السورية ولا يمكن الاتحاد الأوروبي أن ينأى نفسه عن الأزمة السورية تركيا ليست طرف مباشر في هذه الأزمة وليست هي من افتعل الأزمة هي كارثة على الحدود التركية وهناك أزمة لجوء هناك أربع مليون بالفعل أصبحوا في الأرادة التركية وهناك أربع مليون آخرين مهددين بالوصول إلى الأرادة التركية إذا كان هناك موقف حقيقي للاتحاد الأوروبي إلى جانب تركيا سيكون هناك آلية تعاون والجانبان سوف يتجنبان الكارثة إذا كان ضيفكم لديه مشكلة مع تركيا أو مع أردوغان هذا أمر يخص فيه ولكن من المخجل والمعيب أن يتحدث عن أزمة بحجم أزمة سوريا لا يتحدث عن المجرم بشار الأسد أو عن القاتل بوتين وعن الإجرام الروسي والسوري الأساسي بقتل الشعب السوري ويهاجم أردوغان ولا يذكرهم على الإطلاق هذا أمر غير مفهوم على الإطلاق إذا كان لديك حق شخصي يتحدث عنه بشكل آخر سيد دارة في دقيقة واحدة في حال اليوم عاد أردوغان في هذا الوقت الدقيق جدا بالنسبة للأوروبيين وكل دول العالم لاستخدام هذه الورقة تحريك ربما المواجهة في إدلب تدفق جديد للاجئين عمليات إبعاد قصرية كيف سيكون المشهد من فضل دقيقة واحدة فقد وضحي ضيفك عندما تحدث عن اتفاق إستانا سوتي هنا أتحدث عن بوتين وإيران وأردوغان والنظام هؤلاء هم من قابوا بقتل السوريان هالشركاء في الدم السورياني سينتهي وقت سيد زارة عندما يتحدث أردوغان عن مناطق عفوا تفضل في أقل من نصف دقيقة خرجت عن موضوع بتخديري على ضوء ما أعتقد أن الأمور تعتمد على الجانب الروسي الاتفاق الروسي التركي أولا في مناطق خفض التصعيد أردوغان عندما يستخدم ورقة اللاجئين هو يحاول الضغط من أجل الحصول على مكاسب مادية ودعم مادية فقط أما موضوع المناطق الآدمة والآمنة واللاجئين هذا موضوع تركي روسي بحث هم يستطيعون روسيا تستطيع الضغط على النظام وتستطيع نفسها كترش أشكرك الكاتب والباحث السياسي زارة صالح كنت معنا مباشرة من سيديوهات سكاي نيوز عربية في العاصمة البريطانية لندن ومن سيديوهاتنا في اسطنبول الكاتب والباحث السياسي إسماعيل كاية شكرا جزيلا لكم